من الشاري حكمة سوداء تزنجر بالويل قطة عشق في الشارع تنتظر الليل تكشف عن فخذ وتغطي ستر الله علينا وعلى القطة بالفيل ريح سوداء تزنجر بالويل قطة عشق في الشارع تنتظر الليل تكشف عن فخذ وتغطي ستر الله علينا وعلى القطة بالفيل تستدعى للمغفرين ينكحوا القسم المختص بتدعيم بنان التحتية تستدعى للمغفر ينكحوا القسم المختص بتدعيم بنان التحتية شاهدت القطة من شق الحائط قطا وطنيا ينفخ بالغاج الوطني الفاخر شاهدت القطة من شق الحائط قطا وطنيا ينفخ بالغاج الوطني ويقصى رفعت يدها بتحيي المنفوخة وغنت وطني حبيبي وطني وطني حبيبي وطني الاكبر يوم وليوم والقطة تضحك والفحكة تنتحك فقدت سنين خلال التعديد وقيل لها كان يشيع بان السلطات بها جروا خرج الغاج الوطني الفاخر من عينيه ولم يتكلم دون في المحضر ايضا ان القطة قد بقي صامدة يومين وانقطع الدنب شعل المأمور وطار التحقيق وكان التلاد له شنب طار وعاد الى موضعه الشنب اي شعال هذا ماذا اكل المأمور وماذا رتبته ما دام السلطة فالسلطة فالضرقات لها رتب بعض المنارين فاعترفوا بحياء ان القطة بالاصل بلا ذنب ان القطة بالاصل بلا ذنب 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 غتب رتب عجب عجب في تلك الليلة من شهر شباق القارص عطر عونته الجلاد تأنق تحت السروال وزجج حاجبه نام لزوجته المسكينة لا يمكن اطلاقا عبثا ظل السيء كما ذنب القطة ينسحب ظل السيء كما ذنب القطة ينسحب تبت باصبعه حاول ان يبتل شاربه ظل الشارب مكسور الخاطر لا ينتصم حارب ميمنة حارب ميسرة عنترة فزق ضرب شرق هيهات فما بالشارب بل بالروح العطب شاهد في الحلم ديولا شاهد هفع ميتة بغلا يخصى عجب عجب حوبة ليل القطة يا مأمور هي السبب هبا نسيم الصبح رخيا لم يكو في الشارع الا حاوية الزبل وهر محترم لم يكو في الشارع الا حاوية الزبل وهر محترم لاحظ ان القطة تخرج من باب الدولة في خفر عدد تلسته ترك الافطار ومد خيوط الشارب يلتقق الاخبار تسلق حاوية الزبل ولكن خانته الركب اغلق احدى عينين تعوذ بالله ما الحال لا يمكن هذا ليس لها ذنب يستر عورتها وذنى حذرا قال ميو سيدتي قال ميو سيدتي اطرقت القطة لو تنشق الارض وتبلعها نظم والشبق الشرقي بعينيه ميو عيني ميو عيني ميو زنبي مولاي ميو لله له الشكر له الحمد سلامة رأسك لم يقطع سيدتي تلك علامات الساعة لتسيدتي اختبه صاروخ وساخات يقترب لاحظ ان الجلال يسير حزينا لا يرفع عينيه وفي مشته عطب ركب الارض ومن خلف البرمين تجشأ اخرج للجلال فخولته وتمايل كالرقاص ميواه ميواه فواحدة يا جلال بواحدة ركب الجلال القبل اخرج افرغ فيه مسدشه وتل الرضThe all الاير والصحف الرسمية قالت لن يقتل واقفاله الأجل اخرج فى اخرج فيه مسدشه وتل الرض واصفه الرسمية قالت لن يقتله واقفاله الأجل وانصفت النعوة بالحيطان وبالأبواب وحاوية الزبل لقد دهس المغفور له في ريعان صباه رئيس نقافة جردان الزبل نعاه وتوالى القطباء وصاحت قطة الحارة واهر راه ناحت واحدة لا ديلة لها عوقب مأمور السجن بترفيع شواربه رحم الله الكط دفناه ويقام عزاء في حاوية الحارة ان شاء الله تلك علامات الساعة قالتها الكتب عجب عجب وطن عجب من الشاري حكمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر